بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فإن الوهابية قد وقعوا في كل ما فروا منه وهم لا يشعرون والذي يتعقب فعله ويتعقب التناقضات التي وقعت فيها هذه الفرقة سيجد كلامي واضحا جدا الوهابيون فروا مثلا من الشرك فأثبتوا الشرك وهم لا يشعرون في أكثر من موضع من ذلك في قضية توحيد الأفعال المقارر عند أهل السنة والجماعة أن لا حول ولا قوة إلا بالله بل عند أهل الإسلام وأن الفاعلة الوحيدة في الكون هو الله وحده لا شريك له لا مؤثر إلا الله سبحانه والفعل والتأثير ليس إلا للواحد القهاري جل وعلا كما يقول سيدي أحمد الدردير الوهابي حينما يجعل الاستغاثة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جائزة أو التوسل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جائزا وبعد وفاته لا يكون جائزا إضافة إلى انتقاصه من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك وهو لا يعلم حيث أثبت تأثيرا لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته ونحن نقول التوسل في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته لا تأثير فيه للنبي ولا لحياته الشريفة إنما هو لله وحده لا شريك له خذ هذه واحدة الثانية حينما يؤمنون بأيدي حقيقية متعددة يدان ويمنعون المجازة في هذا بل يمنعون أن تكون صفة ويسمونها صفة لاحظ يسمونها صفة وإذا ما هي الصفة التي ينعت بها هم يجعلونها أعضاء لله تعالى ويفرون من قضية التحذير من إثبات الأعضاء كما بينا ذلك الإمام الطحاوي ورد عليه ذلك المجسم بن باز كما بينا هذا الله تعالى عليه الأعضاء والأبعاض عند السلف وعند بن باز وأمثال بن باز الكرامية هؤلاء هؤلاء يثبتون أيدي حقيقية متعددة وأصابع حقيقية متعددة طيب أنتم تثبتون الأصابع نعم كما جاء به لكن ما هو صفة الله أعلم بها تثبتون اليدين بلا شك كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولكنها صفة ليست أعضاء تتعدد أو تتحدد لاحظ لازم التعدد التبعيض للإله تعدد لا محالة مثل عقيدة النصارى ثلاثة أقانيم حينما يجعل أيدي وأرجل وتفصيل وأجزاء كل جزء من هذه الأجزاء إلها ليس إلها إذا كان كل جزء إلها فيكون آله متعددة إذا لم يكن إلها فهذا الإله محتاج مفتقر كل عضو يكمل الآخر تقول جاء في القرآن لم يأتي أعضاء يا أخي جاء في القرآن صفة اليدين نؤمن بها بمعنى لا يقبل الله سبحانه وتعالى ليس هناك تبعيض ولا تجزئة لاحظ كيف وقعوا في التعدد في التعدد وشعارهم الأبرز هو التوحيد وهذه في كبرى المسائل دعواهم الأشهر اتباع السلف وجدناهم ينبذون مذاهب السلف الأساسية الأصلية الكبرى شئت أم بيت الأوزاعي والليث وأبو ثور وطاوس ومكهول أئمة بعضهم من أئمة السلف ولكن شئت أم بيت أبو حنيفة والشافع ومالك وأحمد أكثر تأثيرا وأكثر أتباعا وأكثر انتشارا واشتهارا من علماء السلف وأكثر قبولا للأمة ينبذون المذاهب الأربعة وهم يقولون نتبع السلف أي سلف تعني يا أخي يتبع السلف من هو السلف ابن تيمية بن باز ابن عثيمين لاحظ كيف يترك السلف ودعواه العريضة اتباع السلف وهو لا يفكر أبدا أبدا لا يفكر بهذا التقليد تقليد الأئمة حذروا من تقليد الأئمة وجعلوه قادحا للتوحيد وجعلوه اتباعا للرجال في دين الله كما قال سلفهم الخوارج لا حكم إلا لله وكفروا بها سيدنا علي ابن أبي طالب تقليد ممنوع طيب فإذا ما جاءوا إلى ابن باز ابن عثيمين وابن ما عرف مين قالوا لا نتبعهم طيب لماذا تتبعهم قال يأخذ اتباع طيب ما اتباع بي حنيفة رحمه الله والشافع ليس اتباعا لا لا هذا تقليد يا سلام تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذم امتفق القيء الزنابيري هذا المحاكمة العجيبة الغريبة دعوة الوهابية الكبرى الغلوف الصالحين اياكم والغلوف الصالحين اياكم وكذا وكذا فنجد الواحد منهم يقول ابن تيمية يفوق المذاهب الاربعة مجتمعة الله اكبر الله اكبر ابو حنيفة اذا قلنا هو اكبر امام من ائمة المسلمين لا لا هذا غلوف الناس الشافع اذا قلنا هذا امام السنة والجماعة في عصره وفي ايامه والتفى حوله الدنيا وهو امام متبوع لربع اهل الاسلام لا 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 هذا من الايش من التعصب للرجال في دين الله والتقليد لابن تيمية والتعصب لابن تيمية والغلوف في ابن تيمية هذا لا 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 ليس غلوا البدعة 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 ما معنى البدعة قال يعني ما احدثه الناس مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال السلف رفضوا كلام السلف وعلى رأسهم الامام الشافعي وهو يصرح بهذا يصرح بان البدعة ما احدث مخالفا ولذلك ولذلك تجد هذه التناقضات العجيبة الغريبة ثم المجاز ممنوع يا سلام مطلقا مطلقا تماما في كل مكان صحيح في كل مكان ماذا تفعلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به كنت يده التي يبطش بها كنت رجله الله 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 يعني احملها على ظاهرها يا أخي قل سيؤدي هذا إلى الحلول لا محالة وأنتم تكفرون أهل الحلول وهذا بلا شك ما قالي بالحلول إلا جهول ثم تحاربون أهل الحلول والاتحاد وتعتقدون أن الله في مكان يعني في سماء أو في عرش أو في كرسي على الحقيقة هذا عقيدة هذا الحلول كون الله تعالى مفتقرا إلى مكان أو في حيز لا محالة هذا هو الحلول سواء حل في عيسى أو حل في كرسيا أو في السماء أو في أرض المسألة هي هي الله ليس كذلك وهكذا والحبل على الجرار لا يزال الوهابية يناقضون أنفسهم ويناقضون الدعوة العريضة التي يعني يرفعونها حينما قال ابن رجب نكتفي بإجماع لا إما الأربعة ولا نخرج عن خلافهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الحافظ بن رجب رحمه الله وحينما يأتي علي الحلب ويقول بن بازو بن عثيمين الألبان هؤلاء الثلاثة لو ادعى مدعن أن الإجماع على قولهم لا يكون قد أبعد الله أكبر أدع أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله